لجنة اليقظة والتنسيق لإقليم بولمان تجتمع بميسور من أجل دراسة التدابير للسباقيات المواجهة لمكافحة آثار موجة البرد وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم تم تقديم المخطط الإقليمي لمواجهة آثار موجة البرد المخطط المذكور لهذه السنة سيهم 14 الجماعة بمن مجموعه 112 دوار عدد الأصار هو 5034 ومجموع السكنة المستهدفة هي حوالي 25657 نسمة ويشمل المخطط الذي سيتم تفعيله من قبل سلطات المحلية والمصالح المعنية من قبيل التجهيز والصحة والمياه والغابات والتربية الوطنية والتعاون الوطني يشمل سلسلة من العمليات الاستباقية دبيت وزارتها وضعت جميع تدابير بما فيها تخير جميع الموارد البشرية الأساسية ما يقارب أكثر من 130 أطور تمريضية وطبية كذلك الموارد اللوجيستيكية والأدوية الضرورية التي ستفرق على جميع المؤسسات وستفيد من هذه السكنة مجانا تم تجهيز خمسة مراكز على مستوى الإقليم بما فيهم مركز جيغو مركز بولمان، مركز سيدي بوطيب، ميسور، أوطات الحاج لإيواء المشردين بدون مأوى للحماية من موجات البرد وكذلك أجنحة لإيواء الناس كما تعرفون بغفوك تقطع الطريق إيواء الناس التي تقطعت بهم الطريق مثلا بما يتحل الطريق أو لا يمشيوا ويقوم المخطط على سرسلة من التدابير منها إقامة مركز قيادة للتدخل السريع على مسوى وزارة الداخلية والأقالم المعنية وتفعيل اللجن الإقليمية للتدخل في الوقت والمكان المناسبين وتأمين تزويد المناطق المعنية بالمواد الأساسية وتوزيع الكلاء وتنظيم عمليات تدخل فورية للإغاثة